الله حليل والله يا الله بعد سبع سنوات على مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 مجند عراقي على يد تنظيم داعش ما زالت الأمهات تأن حزنا على الأبناء الذين اغتيلوا غدرا على شاطئ ذجله وأثارت هذه المجزرة التي تعد إحدى أسوأ عمليات القتل الجماعية التي نفذها إرهابي داعش صخطا وغضبا عارمين في العراق ودفعت عشرات الآلاف منهم لحمل السلاح والقتال إلى جانب القوات الأمنية ضد التنظيم المتطرف وبالرغم من عدم تقديم أي مسؤول عسكري أو أمني للمساءلة عن هذه الجريمة إلا أن السؤال المهم يبقى من أعطى الأمر بقتل شباب بعمر الزهور الجواب توصل إليه الشهيد هشام الهاشمي الخبير في الجماعات الجهادية المسلحة فقد كتب على صفحته في فيسبوك في 13 حزيران عام 2020 أن الإرهابي أبو مسلم التركماني هو من أعطى الأمر باغتيال الشباب حتى اليوم ما تزال بعض الأمهات الثكالة لم يحصلن على جثث الأبناء وما زال بعضهن يراقب النهر عسى أن يدفع إليهن بجثث الأحبة الذين ذهبوا ضحية الغدر ولا مبالاة الحاكم وتحمل مجزرة سبايكر اسم قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت حيث أقدم إرهابي داعش على خطف المجندين في حزيران 2014 قبل إعدامهم الواحدة والآخر ورميهم في النهر أو دفنهم في مقابر جماعية التفاقات المتعارات 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 الم